اشتركوا في القناة هذه هي مدينة ابوجة رقم ثلاثة دولة هذه هي دولة الكاميرون رقم أربعة مسطح مائي هذا هو خليج غنية فقرباء في السؤال الأول ما النتائج المترتبة على واحد صغر مساحات الحقول الزراعية في نطاق الزراعة الكسيفة هذا أدى إلى صعوبة استخدام الآلات الزراعية والميكان الزراعية والاعتماد على الأيد العاملة في الزراع رقم اثنين وقوة الصين على المحيط الهادي ووجود الأنهار والبحيرات ومزارع تربية الأسماك بها أدى ذلك إلى أن أصبحت الصين من أهم الدول المنتجة للأسماك في العالم ما زلنا في فقرباء في السؤال الأول في الجغرافيا رقم ثلاثة ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته هذا أدى إلى ارتفاع أسعاره عالميا رقم أربع وجود التلال ولا نبيع بالمرتفعات الوسطى في ألمانيا ترتب على ذلك أن أصبحت المرتفعات الوسطى في ألمانيا مناطق للجذب السياحي فقرة جيم قارن بين القطن والمطاط الطبيعي من حيث الأهمية وأهم الدول المنتجة القطن تتمثل أهميته فيه إنتاج الخيوط التي تستخدم في صناعة أجود الملابس والمنسجات وهو مصدر لاستخراج زياد بزرد القطن وصناعة الأعلاف ومن أهم الدول المنتجة له الصين تليها الهند أما عن المطاط الطبيعي فتتمثل أهميته فإنه يصنع منه إطارات السيارات وصناعات أخرى كسير أهم الدول المنتجة له تايلند وهي أولى دول العالم في إنتاج المطاط الطبيعي السؤال الثاني فقرة ألف اختر إجابة صحيحة مما بين قوسين واحد أكبر دولة منتجة للبانجر في قارة أفريقيا دولة نغط هي مصر اثنين تعتبر نغط ثاني دول العالم إنتاج للفحم هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية لكن لو جلي أولى دول العالم إنتاج للفحم فطبيعي سوف تكون دولة الصين رقم ثلاثة من المراكز الصناعية الحديثة في أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين رقم أربعة في أختر تعد البرازيل أولى دول العالم إنتاجا ليه نغط إنتاجا ليه البن خمسة يحد ألمانيا من جهة الغرب دولة نغط نغط هذه هي دولة فرنسا فقرباء في السؤال الثاني من أزال فيديوغرافيا و اتكلم عنه تعد مصادر الطاقة القوى المحركة لحاكي الإنسان وفي ضوء ذلك أجب عن ما يأتي واحد وضع استخدامات الغاز الطبيعي يستخدم الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء الحرارية رقم اثنين ما العلاقة بين الألمونيوم والطاقة الكهربائية العلاقة بينهم أن وفرة الطاقة الكهربائية من مقومات صناعة الألمونيوم رقم ثلاثة حدد أهم المراكز الصناعة في إقليم شرق أسيا أهم المراكز الصناعية في إقليم شرق أسيا هي جزيرة هنشو باليابان وجمهورية كوريا ومناطق عديدة بالصي رقم اربع في السؤال الثاني في الجغرافيا ماذا يحدث إذا اتجه للدول النامية بتصنيير حديد بدلا من تصدير خام من المعروف أن الشيء المصنع يكون أعلى سعر من الشيء الخام وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع متوسط الداخل القومي والفردي لهذه الدول وستصبح ذات مستوى معيشي مرتفعة رقم خمسة دل الجغرافيا على صحة العبارة الأتية النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم وذلك بأنه مصدر رئيسي من غزاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات وترتبط به تربية الحيوان ومصدر مهم للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات مثل محاصيل الأرياف والمطاط الطبيعي ثانين التاريخ والسؤال الأول فقر ألف قاعد كتابة العبارات الأتية بعد تصويب ما تحته خط واحد أسس جمال عبد الناصر تنظيم تكوى من مجموعة من ضباط الجيش المصري عرفة باسم عدم الانحياس عدم الانحياس خطأ ولكنه تنظيم الضباط الأحرار رقم اثنين وضعت فلسطين وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بمقتضى مؤتمر باندونج 1920 ملادية باندونج خطأ ولكنه سرمو ثلاثة وقد مؤتمر كان بديفت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام كان بديفت خطأ ولكنه مؤتمر مدريد رقم اربع استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض في حرب أكتوبر 1973 استشهد عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف عام 1969 ملادين رقم خمسة اقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية من الانجازات صورة 23 يولو 1952 في المجال السياسي في المجال السياسي خطأ ولكنه في المجال الاجتماعي فقرباء بما تفسر واحد لم تحق معاهدة 1936 الاستقلال الحقيقي لمصر وذلك بسبب أن قوات الاحتلال البريطاني في فبراير 1942 ملاديا قامت بمحظرة قصر عبدين وإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة وهذا يعد تدخل في شؤون مصر الداخلي اثنين فشل العدوان السلاسي على مصر وذلك بسبب المقاومة الباسلة لجيش مصر وشعبها وصلابة القيادة السياسية ووقوف الشعوب العربية بجانب مصر وقام الاتحاد السوفيتي بالتهديد بالتدخل لوقف العدوان وكان الاتحاد السوفيتي يمتلك قوة كبيرة في المنطقة في هذا الوقت ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاعات وأخيرا تنديد الأمم المتحدة بالعدوان السلاسي ثلاثة في بما تفسر تشكيل اللجان الشعبية أثناء صورة 25 يناير 2011 وذلك هنا هدفه حماية المنشآت والمناطق المختلفة ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويئة أربعة صدور الدستور الدائم عام 1971 أن هذا الدستور أكد على سيادة القانون واستقلال القضاء ويقرر مبادئ التعددية الحزبية وكان أحد إجراءات تهيئة وعدات الجبهة الداخلية لمصر قبل حرب أكتوبر 1973 انشاء محكمة العدل الدولية وكان لها دور وهي أنها هي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة وتختص في نظر القضايا التي تضعها الدول أمامها وتقديم الاستشارات القانونية للأهيئات الدولية السؤال الثاني في التاريخ فقر ألف اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد قامت مصر في أكتوبر بي بإيه؟ بتوقيع اتفاقية الجلالة رقم اثنين احكاما للحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب على إسرائيل قامت مصر بإغلاق خليج نغط في مايو 1967 بإغلاق خليج العقب رقم ثلاثة نجحت القوات المصرية في هزيمة القوات الإسرائيلية في معركة رأس العش عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد رقم أربع شاركت المرأة في الحياة النيابية وشغلت الدكتورة نغط منصب رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب هذه المرأة هي أمال عثمان رقم خمسة يعد نغط أعلى سلطة داخل الجامعة العربية هو أعلى سلطة داخل الجامعة العربية هو مجلس الجامعة فقرباء في السؤال الثاني في التاريخ كانت حرب أكتوبر 1973 أحد حلقات الصراع مع إسرائيل في ضوء ذلك وضح واحد أسباب حرب أكتوبر 1973 من أسباب حرب أكتوبر 1973 هو رفض إسرائيل لكل نداءات السلام بالإنسحاب من الأراضي التي احتلتها في العدوان الإسرائيلي في خمسة يونيو 1967 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2242 تصميم مصر وسوريا على إزالة أصار نكسة 1967 واسترداد شبه جزير السيناء وهضبة الجولان السورية اثنين الإجراءات التي قامت بها مصر لإعداد وتهيئة الجبهة الداخلية استعدادا لحرب أكتوبر 1973 قامت مصر بعدة إجراءات لإعداد وتهيئة الجبهة الداخلية استعدادا للحرب ومنها تم رفع الرقابة على الصحف وتم إصدار دستور جديد للبلاد هو دستور 1971 وتم إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات وتم القضاء على مراكز القوى وتم تجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتم تدريب الجيش على هذه الأسلحة الحديثة ثلاثة دور الدول العربية في دعم مصر وسوريا في حرب أكتوبر 1973 كان للدول العربية دور كبير في هذا الأمر حيث قدمت بعض الدول العربية الدعم المالي والعسكري لمصر وسوريا وقرر وزراء النفط العربي في اجتماعهم بالكويت خفض إنتاج البترول وحذر الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة عندما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل الرجيم دل التاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي واحد عدم التزام اليهود بالهدنة كان سبما في تفوقهم في حرب 1948 عفوا حيث بدأوا اليهود في تقوية قواتهم من حيث العدد والتسليح وعند استئناف القتال ظهر التفوق العسكري لليهود على جميع جبهات القتال مما أدى لتراجع وهزيمة القوات العربية اثنين لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عدة مزايا لمصر والدول العربية إن تحقيق السلام يساعد على الاستقرار الداخلي للدول العربية ودفع عاجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإصمار في مصر وغيرها من الدول العربية وتنشيط حركة السياحة والتي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير العمليات الأجنبية وقوة المشروعات الوطنية المختلفة وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص ومنطقتنا العربية بشكل عام كان هذا حل نموذج من نمازج الامتحانات تابعونا على قناتي على اليوتيوب دراسات اجتماعية ببساطة الأستاذ رمضان فتح على عبد الحافظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنياتي لكم بالتوفيق والتفاوق والنجاح إن شاء الله وأسأل الله عظيم أن يحفظ مصر من البلاء والوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر